تحية لكم مشاهدين الكرام وإلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج الصحافة اليوم والتي نطالع فيها أهم وأبرز الأخبار التي تصدرت صفحات العدد الجديد الصادر من جريدة الوفد معي هنا في الأستوديو للتعليق على هذه الأخبار الكاتبة الصحفية بالجريدة وأيضا نائب رئيس تحرير جريدة الوفد الأستاذة فكرية أحمد أهلا وسهلا بك معنا اليوم أهلا أستاذ أمان وأهلا بسهد المشاهدين مشاهدين بداية هذه الجولة الصحفية نطالعها من الصفحة الثالثة وتقريرا عن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أوغندا ونقرأ قمة مصرية أوغندية في عنتيبي السيسي وموسيفيني يتفقان على إقامة مشروعات مشتركة في أوغندا يعني نود أن نتعرف منك في البداية على أهم الموضوعات التي تناولها هذا اللقاء هو الأول لازم نلقضه أنه هو القمة تعمت بدعوة من الرئيس الأوغندي الرئيس عبدالفتاح السيسي وده قمة بتتسم بالأهمية في توقيت حساس جدا كلنا عارفين فيه قضية ميات النيل والأزمة بين مصر وبين أثيوبيا بشأن سد النهضة طبعا أوغندا دي دولة من دول حوض النيل فهي القمة بتتسم بالأهمية أكيد تم التناول فيها طبعا لم يتم الإعلان عن كل الموضوعات التي تم تدولها لكن وفقا لما تم تدوله أعلاميا طبعا تم تدول العلاقات التجارية وتطوير هذه العلاقات إحنا حجم التعاون التجاري بيننا وبين أغندا ضئيل جدا بالمقارنة لأهمية أغندا لنا كدولة من الدول الأفريقية ودول حوض النيل إحنا طبعا بعد سورة 30 يونيو فيه توجه جد جدا وخطوات حديثة جدا للتعميق العلاقات واستعادة العلاقات الأفريقية وإعادة الدول الأفريقية إلى الأحضان المصرية بعد أن تم افتقاد هذه العلاقات في الأوان الأخي يعني ما قبل سورة 25 يناير فطبعا إحنا بنتم تجديد وإصلاح هذه العلاقات أغندا طبعا بتستفيد مننا من الخبرات المصرية من المشروعات اللي هي ممكن نحن نفيدها بيها في مجال الزراع في مجال التطوير والأليات الحديثة إحنا برضو أغندا من نسبة لنا مهمة جدا في مجال استيراد اللحوم في مجال استيراد الشاي والأهوة والمنتجات الزراعية فأعتقد أنه هو المرحلة الجاية هتشهد نوع من التكامل ومن التوسيق العلاقات التجارية والتبادل كمان مصر بتفتح أحضانها الأوغندا من ناحية المنح الدراسية في الأزهر وغير الأزهر في التالي برضو مصر بتمثل أهمية كبرى بالنسبة لأوغندا ومن هنا جاءت الدعوة من الرئيس الأوغندي لهذه القمة نعم مشاهدينا ننتقل مباشرة إلى صفحة الرابعة تقريرا آخر عن موجات غلاء جديدة تشمل الأدوية والكهرباء والمياه والسلع الجذائية نقرأ الغلاء يرافق المصريين في عام 2017 وزيادة جديدة في أسعار الأدوية يعني دعينا نتطرق إلى هذا العنوان الأول وهذه الزيادة المرتقبة الجديدة في أسعار الأدوية المصرية هل أنت وضحين لنا ربما الأسباب التي تدفع إلى هذه الموجة الجديدة في أسعار الدواء المصري وطبعا وزارة الصحة لم تعلن هذا صراحة وكلها تأويلات أو توقعات أن في زيادات قادمة وده طبعا مستنبط من الزيادات التي هي حادثة حاليا فطبعا السناء الجديدة متوقع أنها تشهد زيادات أخرى وده نتيجة أن سعر الدولار مرتفع وإحنا بنستورد معظم خامات الأدوية من الخارج حوالي أكتر من 60% منها من الخارج ما زالت طبعا الشركات الأدوية بتعطي الإنتاج بعض الأدوية وتقوم بتجويع أو بتعطيش السوق منها ما زالا لعدم توفر الخامات نازلا برضو الارتفاع السلع لأسعارها بالخارج بسبب الاستيراد وبسبب ارتفاع الجمارك فبالتالي هي إشكالية مستمرة ولم يتم طبعا الانتهاء منها فطبعا الأدوية هتشهد من المؤكد ارتفاع في الأسعار ممكن يأسر إلى 50% في البعض كما هو متدور في الخبر لكن هو لو تم اتخاذ بعض الإجراءات وبعض الخطوات السريعة لدرء هذه الارتفاع الحد في الأسعار طبعا المصريين لم يعودوا يحتملوا مزيد من الارتفاع في الأسعار خاصة في الأدوية الأدوية دي عنصر مهم جدا يعني أكتر من الغذاء الإنسان ممكن يجوع لكن المريض اللي يمكن أن يحتمل حرمانه من الدواء خاصة في أدوية مهمة جدا هتشهد نوع من الارتفاع زي أدوية القلب والضغط والسكر فدي أدوية حيوية وهمة جدا لهؤلاء الهزيل نوعية من المرضى فبالتالي لازم يتم وضع حد لهذا الارتفاع لازم يتم نوع من الرقابة على شركات الأدوية لازم يتم توفير العملة الصعبة للشركات عشان تقوم باستيراد الخامات اللي هي اللازمة لازم يتم كمان نوع من تطوير الخامات المصرية أو الاستفادة من الخامات المصرية في تصنيع الأدوية محلية لا نعتمدش كليا على الاستيراد لأن طول ما نعتمد على الاستيراد طول ما ستكون الأدوية في ارتفاع متصاعد لأن سعر الدولار لم تعمل ضبطه كما وعدتنا الحكومة كما وعدتنا البنك المركزي لا سعر الدولار برضو ما زال مرتفع ليس في المتناول بالنسبة للمستوردين وبنسبة لشركات الأدوية بصفة خاصة الحديث أنتقل به إلى ارتفاع سعر الدواجن الذي وصل إلى 23 جنيها للكيلو والأجهزة الكهربائية تزيد 30% واستمرار الزيادة في الخضروات والفاكهة الحديث هنا عن ربما السلع الجدائية السلع الاستراتيجية الأساسية في كل بيت مصري هل تعتقدين أن اتخاذ مثل هذا القرار بزيادة السلع الأساسية السلع الجدائية الآن في هذا التوقيت هو مناسب بعد موجة الغلاء السابقة التي عانى منها كل بيت مصري؟ هو طبعا أي قرار في زيادة أسعار السلع الغذائية والحاجات الحوائية اللي هي بتمس لإحتياجات اللي يوم الموت هو قرار خاطئ بكل المقاييس وكل المعايير خاصة بعد موجة الغلاء اللي احنا بنعاني منها حاليا الدواجن لما تصل 23 جنيه بالنسبة للكيلو دي كارسة يعني الدواجن اللي هي الفراخ البيضاء اللي بقولوا عليها أنه هي الفيتامينات فيها قليلة ومليانة هرمونات والأخو بيأكلها المواطن البسيط الفقير والمتوسط لم تعد في المتنومة دي كارسة طبعا سبب ده أنه هو رفع الحذر عن الاستيراد فبالتالي اللي هم تجار الدواجن أو اللي هم أصحاب المزارع الداجنة أموا بإعدام الكتاكيت عشان يتم الاستفادة وده حقيقة يعني أنا شايفة أنك منداشة بس ده حقيقة في لما تم إعدام الكتاكيت والأفراخ الصغيرة عشان يتم الاعتماد على الاستيراد تلما تم رفع الحذر على الاستيراد فبالتالي نحن ندمر الانتاج المحلي لصالح المستورد كيف تتحصل اتخاذ مثل هذا القرار الذي هو ربما يمثل سبيلا إلى تدمير صناعة دواجن المصري يعني هو قرار خاطئ بكل المقاييس إزاي أن نحن نلغي الحذر على الاستيراد الدواجن وبالنفس الوقت نحن نحاول نشجع الانتاج المحلي ونقول الصناعة المصرية والمنتج المصري يعني ده قرار متضرب تمام الحكومة وأتمنى أنه يتم إعادة النظر فيه عشان نعتمد على انتاجنا نعتمد على سواعدنا نعتمد على اللي هو التنمية بتاعتنا الداخلية ما يبقاش كل استيراد ما هو الاستيراد بمحتاج عملة صعبة والعملة الصعبة عالية فبالتالي ده كله بيلقى على عاطق المواطن المصري البسيط والمتوسط يعني للأسف حتى الشريحة المتوسطة بدأت تنهار إلى الشريحة الدنيا نحن لازم نقول أنها الطبقة المتوسطة بدأ إعدامها بالفعل والتي هي بتمثل رمانة الميزان في المجتمع المصري بتمثل نوع من التوازن بالنسبة للمجتمع اقتصاديا واجتماعيا فأنها تنهار وتبقى طبقة فقيرة فدي كرسى بكل المقاييس إذا كنا ندعو هنا في هذه الحلقة إلى ضرورة تنشيط مجال الصناعة في مصر وأن الصناعة هي ركيزة الأساسية لإعادة إنعاش الاقتصاد المصري هتحدثون عن زيادة الأجهزة الكهربائية بنسبة 30% وأنتقل بالحديد تحديدا إلى الصناعة المصرية في الأجهزة الكهربائية بعض المواطنين يشتكون من رضاءة جودة المنتج المصري نعم ونحن على الجانب الآخر نشجع الإقبال على المنتجات المصرية كيف ترين تحقيق التوازن في هذه المعادلة ما بين رضاءة المنتج وأيضا التأكيد على ضرورة تشجيع المنتج المصري وطبعا فيه نوع من الخلل زي ما أنت أشارتي ما بين اللي هو الدعوة لتشجيع الصناعة المحلية والإقبال على المنتج المصري وبالتالي منتج المصري رديق جدا حتى لا يوضاهي اللي هو الانتاج لدرجة تالتة اللي بنستورده مثلا من الصين أو من أي دولة في الخارج فبالتالي لازم يتم أولا عمل نوع من الرقابة المشددة جدا على المنتج المصري على المصانع اللي هي بتنتج هذه الأجهزة هذه السلع عشان نواكب ننافس عالميا نحن موطلوب أن نعمل نوع من المنافسة للمنتج المستورد من الخارج لكن للأسف لا يمكننا أبدا منافسة المنتج القادم من الخارج وبالتالي المصري بيدور دايما على المستورد بالرغم أنه ما عندهش القدرة المالية أنه هيشتري المنتج أو السلع المستورده فإحنا طبعا فيه إشكالية خطيرة جدا لازم يتم تشجيع الصناعات المحلية لازم نعتمد على أنفسنا لازم نغلق تدريجيا أبواب الاستيراد إذا كنا نحن عايزين نوع من النهضة نوع من الاستقلالية الاقتصادية نوع من التنمية الحقيقية في مصر النقطة الأخيرة في هذا الخبر هو وجود اتفاق بين وزارة الصحة والشركات على الرفع العشوائي لأسعار الأدوية وبقاء مشكلة نقص بعض الأنواع في السوق المصرية ربما لا أرى تفسيرا لوجود اتفاق ما بين وزارة الصحة وبعض الشركات للرفع العشوائي وربما يؤدي هذا إلى الإدرار بصحة المواطن المصري يعني كيف تحللين يعني ما قولت رفع عشوائي دي مرفوضة تماما ما فيش دولة في العالم تترك أي سلعة خاصة إذا كانت سلعة استراتيجية أو حيوية للرفع السعر العشوائي يعني أولا لازم يكون فيه ضبط نوع من الحد الأدنى والأقصى لهذه السلعة إذا كانت شركات الأدوية بتشتكي أن هو سعر الخامات لإنتاج الأدوية بفوق سعر البيع فهي بالتالي لازم عمل نوع من التوازن نوع من التوازن معنا أن نحن نوفر لها العملة الصعبة أن نحن حاول نخفض الجمارك عليها الاستيراد الخامات من الخارج فبالتالي يحدث نوع من التوازن ما بين إنتاج الدواء وما بين طرح سعره في الأسواق عشان يبقى فيه متناول المواطن اللي هو محتاج هذه الأدوية لكن هو يتم ترك السعر عشوائي فده نوع من أولا بالزبط نوع من قتل المواطن المصري مشاهدين أنتقل بكم إلى الصفحة السابعة حوارا مهما مع الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم السابق نقرأ اختفت الثقافة والرياضة والفنون من التعليم فظهر التطرف والتكفير والإدمان نظام التعليم الحالي ينتج إنسانا سلبيا لا يشارك في قضايا وطنه عنيفا متطرفا لا يقبل الآخر مؤتمرات التطوير تصدر توصيات لجهات مجهولة ودون برامج زمانية أو تكلفة محددة المنظومة التعليمية تفتقد غرس القيم المجتمعية الجد ربما هذه التصريحات من دكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم السابق ربما تكون صادمة لكل مواطن مصري يطالع مثل هذه التصريحات عن جودة التعليم المصري وخاصة إذا كنا نتحدث هنا عن التربية قبل التعليم عدم وجود أو عدم اجتمال منظومة التعليم في مصر على غرس القيم والثقافة والفنون وبعض الموثل التي هي أساس كل مجتمع وطبعا الدكتور يسري الجمل هو خبير قبل ما يكون وزير خبير في مجال التربية والتعليم وطبعا كلامه يعتد به هو حوار مطول معاه والحوار تطرق لجزئيات مهمة جدا من مشاكل التعليم ومشاكل التعليم احنا بيشعر بيها أو بيعيشها كل مواطن وكل أسرة مصرية احنا ما عندناش في الواقع مدارس قومية حتى المدارس الخاصة يعني بتستنزف أموال المواطن المصري وبتعتمد على تعليم خارجي فبالتالي هي بعيدة تماما عن تلقين القيم والأخلاق يعني تحولت إلى تجارة كمين وبالزبط وقد تصدمي أن هناك مادة سيسيولوجي مثلا في الـ I.G بتدرس للطلبة وتبيح لهم أن الأسرة المثلية دي أسرة طبيعية في المجتمع ويمكن لهذه الأسرة أن هي تتبنى طفل فطبعا دي كرسى بكل المعايير وأنا يمكن بأشير هنا بقول أن المناهج التعليمية القادمة من الخارج لا تقدر لأي رقابة بالنسبة للزارة التعليم احنا عندنا التعليم افتقد للتربية ما عندناش مدارس ما عندناش فصول حقيقية ما عندناش مدرسين يعني مهنيين أو عندهم تدريب وتأهيل حقيقي في الأكاديمية المهنية اللي كانت بتهتم بكادر المدرس دي انتهى دورها تماما أصبح تقييم الكادر بالنسبة للمعلمين تقييم مادي فقط وليس مهني وليس أخلاقي فبالتالي احنا ما عندناش مدرسين يعني ينقلوا الأخلاق والقيم للطلبة المسألة كلها بقت مادية بحتة المناهج التعليمية كمان بتعدت عن الأخلاقيات أصبحت مجرد مواد بيتم حشو مخ الطالب بيها بيروح بيبخها في الامتحان ومجرد ما بيغادر الامتحان بينسى المادة وبينسى كل المواد اللي هي تعلمها ده طبعا بيختلف تماما عن أي تعليم في الخارج التعليم في الخارج بيعتمد منذ الناشئ من الأطفال وهم في النيرسيري على أن هو الإبداع والابتكار وعلى الأخلاق وعلى حب الوطن وعلى الانتماء لهذا الوطن وبيتم بالفعل يعني يعطقهم دروس عملية في هذا وليس مجرد أنه هو منهج يحفظه الطالب ويروح يحطه على ورق الإجابة بالتالي إحنا عايزين إعادة النظر في منظومة التعليم ككل نرجع لأخلاقياتنا عشان الطالب لما بيتفرغ بس للدراسة أو بيتفرغ بس للحفظ ومجرد تلقين في دماغه بيبقى عنده وقت فراغ تاني فالفراغ ده إما بيدفعه للانحراف إما للتطرف أو الإفراط إما الإنحراف الأخلاقي أو التطرف الديني فبالتالي إحنا سبنا مخ الشباب يعني بيعتبر متية أو بيعتبر فريسة للانحراف أو فريسة للتطرف وكلهم خطر على مستقبل هذا الوطن على مستقبل الشباب اللي هو بيعتبر الأساس لبناء وطن إحنا بنحلم به في مصر الجديدة استوقفني هذا العنوان الذي يقول أن هناك مؤتمرات تعقد بالفعل لتطوير منظومة التعليم المصري وهذا يدل على حرص وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي على الاهتمام بالطالب المصري في كل السنوات الدراسية ولكن هذه التوصيات التي تخرج من هذه المؤتمرات كما يأتي على في تفاصيل هذا الخبر تصدر لجهات مجهولة ودون تحديد وسائل أو جهات منوطة بها لتفعيل الرقابة على كل القرارات التي تصدر من هذه المؤتمرات كيف تقيمي مثل هذا الأمر؟ هل هي عشوائية في عقد هذه المؤتمرات؟ هل هو عدم بذل اهتمام كافي لتطوير منظومة التعليم المصري؟ لا إحنا عندنا للأسف المؤتمرات بيتتم بالفعل لكن توصياتها بتزل حبيثة الأدراج لأن ما بيتمش تحديد مثلا لجان معينة لمراقبة أو تنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع إحنا عندنا وزارة التعليم بها خلل شديد جدا لا يتم علاجه على مدى أو على مر جميع وزراء التعليم أنا بعتبرها من أسوأ الوزرات اللي بتعاني منها مصر في كل المراحل وده مش متعلق بشخص الوزير لا متعلق أن احنا ما عندناش سياسة تعليمية أو منظومة تعليمية متطورة بتواكب العالم الخارجي بتواكب التقدم بتواكب التحضر الحادث في الدول الخارجية لكن إحنا عندنا نظام تعليمي متخلف يمكن منبسق من الستينات والسبعينات ولم يتم تطويره إحنا عندنا الطالب دلوقتي منفتح على العالم منفتح على الإنترنت منفتح على كل المعلومات الخارجية لكن إحنا بنتجيله مناهج متخلفة فبالتالي الطالب في وادي أو مخه في وادي والتعليم في وادي آخر حصل نوع من الجاب والفجوة فأعتقد أن المؤتمرات دي بتتم بالفعل لكن تنفيذ توصياتها لا تتم وهي الكارثة أن احنا بنهدر أموال وزارة التعليم بنهدر أموال الدول على مؤتمرات وعلى دعوات بالداخل وبالخارج وبالتالي وتم تفريغها من مضمونها وبتبقى بالفعل حبيثة الأدراج ولا يتم تنفيذ أي من توصياتها مشاهدين ننطلق إلى الصفحة الأولى تصرحات مهمة للنائب العام السويسري بشأن الأموال المصرية المهربة إلى سويسرا نقرأ تصرحات استفزازية للنائب العام السويسري ثمانية مسؤولين من رموز نظام مبارك يستردون الأموال المهربة نتحدث الآن عن هذا الموضوع القديم الحديث ربما استمرنا سنوات نتحدث عن الأموال المهربة إلى الخارج وكيفية استرداد هذه الأموال لدخها في الاقتصاد المصري والآن يطلعنا نائب العام السويسري بهذه التصرحات وعودة هذه الأموال إلى رموز نظام مبارك كيف تعلقين على هذا الخبر؟ طبعا النائب العام مخايل لوبير في زيارة المصر ما احنا عارفينه عقد مؤتمر صحفي وفاجئنا فيه هو مش فاجئنا هو متوقع أن هو أموال مصر المهربة الخارج لن تعود بشكل أو بآخر احنا منذ ثورة 25 يناير عندنا 132 مليار دولار مهربين للخارج لم يتم استرداد أي شيء منهم تم تشكيل سبع لجان لاسترداد الأموال المصرية وأي من هذه اللجان لم ينجز نتائج إيجابية طبعا سويسرا القرار بتاعها بيعتمد على أسس وعلى قوانين وليس نكاية في مصر يعني هو سويسرا وبقية الدول الأوروبية طلبوا مصر بعمل بتقديم نتائج أو أحكام نهائية بتمس هؤلاء الرجال أو رموز النظام المصري أن هذه الأموال تم كذبها بصورة غير مشروعة تم اختلاصها من أموال الشعب وبالفعل الاتحاد الأوروبي عمل سنة 2011 قانون رقم 172 وهذا القانون تم من خلاله اتخاذ قرار بتجميد أموال جميع رموز النظام المبارك والنظام المصري اللي هو كان قبل 25 يناير 2011 وتم تمديد هذا القانون 3 سنوات لإعطاء مصر الفرصة أنها تعمل أحكام نهائية وتقدم هذه الأحكام النهائية إلى هذه الدول وتثبت من خلالها أن هذه الأموال شبه أنا بتكلم بهدوء جدا عشان المواطن المصري يفهم أن مصر لم تقم بدورها وأن دول الاتحاد الأوروبي أمهلت مصر خمس سنوات كاملة لإصدار هذه الأحكام ضد رموز النظام وإثبات أن هذه الأموال تم اختلاصها بالفعل من الشعام المصري وتم بالفعل إهدار المالي لمصري العام ولكن مصر لم تقدم أحكام نهائية فبالطبع إحنا العيب يقع علينا مش بيقع على الدول الأوروبية الدول الأوروبية مش من حقها أنها تحط إيدها على أي أموال في بنك عندها وتقول إن هذا المال تم اختلاصه من أي دولة فتعيده لا هي دي أموال أشخاص بالنسبة لها فبالتالي الشخص هو الأحق أن يسترد ماله وإحنا لم نقدم لها أحكام نهائية فبالتالي تم استبعاد 8 من رموز النظام المبارك وباقي حوالي 18 إحنا ضعت علينا ملايين الجنهات المصرية ولم يعد لدينا أمل في استرداد الباقي منها طبعا من الممكن يتم غسل هذه الأموال وتدويرها في شركات متعددة الجنسيات وبالتالي سيضيع المال المصري وسنظل نعلق الأمال إلى مال نهاية اللي تتحرك مصر بالفعل والقضاء المصري بالفعل ونحن نحترم القضاء المصري ولا نشكك فيه ولكن هناك بطء في الإجراءات وبطء العدالة نوع من الظلم للشعب المصري ككل الحالم بعودة أمواله مازلنا مشاهدين في الصفحة الأولى تقرير آخر حول البطاقات الذكية وكيفية قيد البعض خلال الفترة الوجيزة ونقرأ تنقيد بطاقات التموين بحذف المتوفين والمسافرين من فضلك هل لك أن تطلعين على أهم التفاصيل التي تناول هذا الخبر حول تنقيد بطاقات التموين وزارة التموين طبعا أمهالت المصريين إلى 21 ديسمبر عشان يتم تسجيل الأسماء الجديدة بالنسبة للمواطنين الموليد أو اللي هم عادوا من الخارج ولهم الحق في مثل هذه البطاقات وبيتم التسجيل من خلال الدخول لموقع دعم مصر ودي إجراءات بسطة جدا لإضافة الأسماء الجديدة كمان أمهالوا فرصة للمصريين لغاية فبراير شهر فبراير أن هما يختروا عن الأشخاص اللي هما ليس من حقهم الحصول على هذه البطاقات لأننا كلنا عارفين أن هناك أشخاص لديهم بطاقات تنموينية وليس من حقهم الحصول على هذا الدعم وفي وقفيات وفي ناس في الخارج وفي أشخاص ليس من حقهم الحصول عليه وبالرغم معهم بطاقات فبالتالي وزارة التنموين أمهالت المصريين وقالت لهم أن أنتم ممكن تبعاتوا حتى البطاقات اللي هي ليس من حقكم على عنوان في القصر العيني 99 شارع الأسر العيني اللي بوزارة التنموين وبالتالي حتى أعفتهم من اللي هي القيمة البريدية للإرسال لأنهم مجرد يحط البطاقة اللي هي غير مستحقة في ظرف ويبعث على هذا العنوان وما يدفعش كمان طابع البريد فبالتالي أمهالته لغاية فبراير واللي هيعمل ده لن يخضع لأي عقوبة فيما عادة ذلك طبعا الوزارة لم تعلن عن عقوبات لمن لم يستجيب طوعا لهذا ويساعد اللي هي وزارة التنموين أو يساعد الدولة في تنقية القوائم بالنسبة لبطاقات التنموين آخر ما لدينا مشاهدين في هذه الجولة الصحفية نطلاه من الصفحة السادسة تقرير عن الإهمال في هدم المبانية الأثرية والتراخية في محافظة الإسكندرية نقرأ كارثة في محافظة الإسكندرية هدم 46 قصرا أثريا خلال ثلاثة أعوام أشهرها شكوريل وعبود باشا و36 ألف قرار إزالة يظلون حبيسة الدوان العام يعني كنا نتحدث منذ قليل عن أهمية التركيز على الرقيب الثقافة والفنون عند الطالب المصري والآن نتحدث عن اتجاه محافظة الإسكندرية إلى هدم بعض المبانية الأثرية والتراخية التي تشكل جزءا من هوية المجتمع المصري وبالتالي جزء من هوية المواطن المصري يعني هل من أسباب أسباب حقيقية أسباب مهمة دفعت محافظة الإسكندرية إلى اتخاذ مثل هذه القرارات؟ لا هي مش أسباب مهمة بقدر ما هي إهمال بالنسبة للتراث المصري والثقافي يعني طبعا الإهمال أدى إلى إنهيار هذه البنايات وبالتالي الإنهيار وعدم الترميم منها وعدم الاهتمام أدى أن هي معرضة لخطر فتم بالتالي التخلص منها بسرعة سهلة وهدمها منها مثلا أحد القصور اللي هي بيعتبر يعني أول قصر إسمنتي أو يعني بيرجع للمعمار الإسمنتي اللي دخل مصر سنة 1920 وده أم بيه مهندس معماري فرنسي فدي كارثة أن احنا بنهدم تراثنا الثقافي بنهدم تاريخنا بدون وعي ده طبعا يعني وزارة الثقافة والأثار هي المسؤولة عن هذه الخسائر الكبيرة وفي الوقت نفسه بنشوف أن احنا عندنا مخالفات جسيمة جدا وأبراج تم بناءها من ثورة 25 يناير ولم يتم مثلا إزالتها وما زالت قائمة وتشكل خطر وكمان المواطنين اللي فيها بيسرقوا الميا والكهرباء وبيعملوا المرافق بتاعتهم وكل ده يعني نهب الأموال الدولة فاحنا هنا مؤام تناقض احنا بنوجهه للمحافظة الإسكندرية يعني الإسكندرية بتاخد رقم قياسي جدا في بناء المخالفات والمباني اللي هي غير خاضعة للتصريح أو الترخيص ولا تتوفرها الاشتراطات السلامة وفي نفس الوقت احنا بنهدر دراسنا الثقافي المسجل والتاريخي واللي ممكن نحن نستفيد به انت بستغرب جدا لما بسافر مثلا أي دولة أوروبية بشوف حتة حجر مثلا من الحرب العالمية التانية وعمل له مطحف ومزار وبيدر دخل مثلا على الدولة وحنا بنهدم أسرنا التاريخية الكاتبة الصحفية الأستاذة فكرية أحمد نائب رئيس تحرير جريدة الوفد شكرا لك على هذه الاستفادة في التحليل والعرض لمواردة معنا من أخبار اليوم شكرا لك أهلا وسلم بك أهلا بك شكرا لكم أيضا مشاهدين على هذه المتابعة الكريمة غدا في الموعد نفسي جولة صحفية جديدة تقبلوا تحياتي إلى اللقاء